تعد قضية قتل الأخوة بعضهم البعض بغرض الطمع في السلطة واحدة من أهم القضايا التي سيطرت على الحكبة العثمانية وفي ذلك الوقت كانت هذه المسألة تعد أمرا عاديا للغاية بل وكانت تعتبر قانونية في إطار الدولة العثمانية السلطان بايزيد الأول كان أول من أقر بمبدأ قتل الأخوة لأغراض السلطة واتبعته السلاطين اللاحقون في هذا السياق بموجب التقاليم عندما تولى السلطان محمد الثان المعروف بلقب الفاتح الحكم قام بجعل قتل الأخوة جزءا من القوانين الملكية وركنا من أركان حفل التتوين أصدر مرسوما تركيا يسمح بقتل الأخوة إذا كان ذلك مناسبا لتأسيس نظام العالم وكان هذا القرار موافقا عليه من قبل كثير من العلماء بذلك أصبح السلطان محمد الفاتح أول مجرم في التاريخ يصدر فتوى بقتل الأخوة حتى الرضع دون وجود ذنب باستثناء كونهم إخوة للسلطان وأصبح من المألوف أن يأمر السلطان يوم توليه العش بقتل إخوته استمرت قاعدة قتل الأخوة في العثمانيين لمدة تقرب من أربعمائة سنة حتى جاء السلطان عبد المجيد وقام بإلغاء هذا القانون مما أدى إلى تغيير الوضع بحيث لم يعد الأخوة يتعرضون للقتل بسبب المنافسة على السلطة بل يمكنهم العيش بحرية ويروى أن السلطان أرخان قد قتل أخويه خليل وإبراهيم وابنه صوجي بك بينما قام السلطان سليمان القانوني بقتل ابنه البكر مصطف وأعدم السلطان إلدرم بايزيد شقيقه يعقوب بوحشية في شهر رمضان بعد وفاة السلطان سليم الثان في عام 1574 تولى ابنه مراد الثالث الحكم وكانت والدته نوربانو التي كانت جارية من أصل نبيل في مدينة البندقية التي قد اختطفت من قبل القراصنة العثمانيين وتم بيعها كجارية لحرية مال السلطان سرعان ما أصبحت من بين الجواري المحبوبات لدى سليم الثاني وأنجبت له ابنه الذي تولى العرش بعده واكتسبت لقب السلطانة الأم وفي سياق مألوف في تاريخ الدولة العثمانية كان من أول أعمال مراد الثالث عند توليه العرشه وإقدامه على اغتيال إخوته الخمسة بهدف تأمين عرشه من أي تحدي داخلي وكانت والدته السلطانة الأم الأم هي المحرض الرئيس في هذا القرر الدموي تاريخ الدولة العثمانية شهد العديد من حالات القتل بين الأخوة والأمراء في سبيل تحقيق الاستقرار الحكومي وتفادي التحديات الداخلية من بين السلاطين الذين قاموا بقتل أقاربهم يشمل ذلك السلطان محمد الأول المعروف بمحمد الجلبي الذي قتل أخيه عيسى جلبي وأخوه موسى جلبي كما قام بايزيد الثاني بقتل عمه دوزمجه مصطفى وسليم الأول بقتل أخويه كوركود وأحمد وقام مراد الثالث بإعدام خدام خمسة من أخوته وأمر محمد الثالث بقتل العديد من أقربائه بما في ذلك ابنه الأمير محمود تلك الأحداث الدموية تمثلت في قضاء السلاطين والسلطانات على الأقرباء بهدف تحقيق الاستقرار والسيطرة على العرش العرش عبر القرون في سياق تاريخ الدولة العثمانية حيث تظهر الأحداث العديدة من حالات قطع الرؤوس للشخصيات ذات المناصب العليا على سبيل المثال قام السلطان سليمان خان بقطع رأس قائد للانكشارية فراحات باشا بالإضافة إلى ذلك قام السلطان أحمد خان الأول بقطع رأس الوزير الأعظم وتم أيضاً إعدام الصدر الأعظم إبراهيم باشا الفرنجي في عام 1536 وكان الصدر الأعظم صوفي محمد باشا قد قتل خنقاً في عام 1649 وأعدم الصدر الأعظم أباضه يساوش باشا نحو عام 1650 تلك الأحداث تبرز نمطاً من استخدام العقوبات القاسية وقطع الرؤوس كوسيلة للسيطرة وتحقيق السلطة في إطار الهيكل السياسي العثماني تظهر سيرة القتل في السلطنة العثمانية منذ لحظات نشوئها وتوضح المعلومات التركية أن السلاطين العشرة الذين حكموا الدولة العثمانية بين 1299 و 1566 ميلادياً قتلوا جميع ابناءهم أو أشقاءهم بلا رحمة من أجل السلطة استمرت هذه العادة في العائلة العثمانية حتى نهاية الحكم العثماني في عام 1922 حيث ارتكبت جرائم عائلية بواسطة جميع السلطين البالغ عددهم 36 باستثناء تسعة منهم الجواري السلطانات تبعن ضرب السلطين في قتل أبنائهن فقامت السلطانة كوسمن بإزاحة ابنها السلطان إبراهيم من العرش وسلمته إلى الجلاد ليتم قتله وتم إعدامه بعد عزله بعدة أيام في 18 أغسطس 1648 كما حاولت قتل حفيدها محمد الرابع الذي كان في عمر العشر سنوات استمرت فترة حكم كوسمن لمدة 37 عاماً والسلطانة جوهة جوهرهان ابنة السلطانة كوسمن قتلت أبناء أخيها السلطان مراد الرابع والسلطانة هرم أقدمت على إعدام زوج السلطانة فاطمة وهو قرة أحمد باشا في الختام يظهر واقع التاريخ أن عدد الأمراء العثمانيين الذين قتلوا على يد آبائهم وأشقائهم وأبنائهم بلغ 121 مقابل 44 رئيساً للوزراء الصدر الأعظم الذين أعدموا على يد السلطان العثمانيين هذه حقيقة ينبغي أن تكون واضحة أمام أعين الذين يحلمون بعظمة الدولة العثمانية هذا هو الجانب الآخر لتاريخ الدولة العثمانية حيث كان قتل الأبناء والأحفاد والإخوة سمة مميزة للسلطانة وكانت جواري والخسيان هم الذين يديرون شؤون الحكم فكيف كان واقع شعوب السلطانة؟